السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الخامسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي خمسة إلى أربعة المزيد عن القوى على الموصلات الحاملة لتيار كهربائي أولاً تيار يمر عمودياً في مجال مغناطيسي عندما يقطع تيار كهربائي خطوط المجال المغناطيسي بزاوية قائمة تنتج قوة تبذل على الموصل الحامل للتيار الكهربائي وهذا يعني أن الموصل لا يتأثر بأي قوة عندما يكون اتجاه التيار الكهربائي موازياً للمجال المغناطيسي ثانياً تيار يمر بزاوية غير قائمة على مجال مغناطيسي عندما يقطع الموصل الحامل للتيار الكهربائي مجالاً مغناطيسياً بزاوية غير قائمة فإن مقدار القوة يتغير بناء على موقع الزاوية ففي الشكل التالي القوة تكون أكبر ما يمكن عندما يكون الموصل عمودياً أي في النقطة A وتقل قيمة القوة عندما تتناقص مقدار الزاوية عند B وتقل أكثر عند C في حين تصبح قيمة القوة مساوية للصفر عند النقطة D ذلك لأن السلك أصبح موازياً لخطوط المجال المغناطيسي وبالتالي فإن القوة المغناطيسية لسلك موضوع في مجال مغناطيسي تتأثر بكل من 1- طول السلك والعلاقة الطردية فكلما زاد طول السلك زادت القوة المغناطيسية 2- شدة المجال المغناطيسي أو كثافة الفيض المغناطيسي B والعلاقة الطردية فكلما زادت شدة المجال المغناطيسي زادت القوة المغناطيسية ثلاثة شدة التيار الكهربائي والعلاقة طردية فكلما زادت شدة التيار الكهربائي زادت القوة المغناطيسية أربعة الزاوية بين اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار الكهربائي أو الموصل والعلاقة طردية فكلما زادت الزاوية زادت القوة المغناطيسية والملخص هو أن القوة المغناطيسية تتأثر بالزوايا بين السلك والمجال المغناطيسي فعندما تكون الزاوية 90 درجة تكون القوة أعلى ما يمكن أما عندما تكون الزاوية 0 درجة أو 180 درجة تكون القوة أقل ما يمكن ومنها فإن قانون حساب القوة المغناطيسية لسلك موضوع في مجال مغناطيسي ف يساوي بي آي إل ساين ثيتا ولا تؤثر المركبة بي كوزاين ثيتا الموازية للتيار الكهربائي في القوة وذلك لأنه لا توجد قوة عندما يكون المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي متوازيين ترجمة نانسي قنقر